بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط أهلا وسهلا بكم في درس اليوم من دروس اللغة الإنجليزية للصف الثالث المتوسط ما زلنا في يونيت 1 لسن 2 وعنوان الدرس هو Hurry up, it's time to go أسرع أنه وقت الذهب لدينا اليوم الموضوع القواعد الثالث الموجود في لسن 2 وهو Past Continuous Tense زمن الماضي المستمر من المهم أولا أن نعرف متى نستخدم هذا الزمن نستخدم زمن الماضي المستمر لوصف حدث كان يحدث في وقت معين في الماضي ظروف الزمان التي يستخدم مع زمن الماضي المستمر هي Yesterday التي تعني أمس Last الماضي وأغو ماضي وهي تستخدم أيضا مع زمن الماضي البسيط نأتي الآن إلى شكل الجملة الخبرية المثبتة في زمن الماضي المستمر يكون لدينا في بداية الجملة Subject وهو الفاعل بعد ذلك يأتي بعده was أو were ثم فعل مضاف إليه ing وتكملة الجملة هذا الفاعل ممكن أن يكون اسما أو ضميرا نأتي الآن متى نستخدم was نستخدم was إذا كان الفاعل he أو she أو it أو I أو اسم مفرد فنقول he was وإذا اسما مفردا أيضا was نستخدم were إذا كان هذا الفاعل they أو we أو you أو اسما جمعا نقول they were we were you were وإذا كان اسم جمع أيضا نستخدم were ثم يكون لدينا كما قلنا فعل مضاف إليه ing ولمعرفة كيفية إضافة ing إلى الفعل ارجعوا أعزائي الطلبة إلى الدرس السابق وهو present continuous tense زمن المضارع المستمر حيث أن هناك بعض الملاحظات على كيفية إضافة ing إلى الفعل ثم يكون لدينا كما قلنا تكملة الجملة لنأخذ بعض الأمثلة المثال الأول he was wearing his white trainers yesterday morning هو كان يرتدي أحذيته الرياضية البيضاء أمس صباحا هذه الجملة هي جملة في زمن الماضي المستمر الفاعل هو he لذلك استخدمنا was ثم لدينا الفعل were مضافا إليه ing وتكملة الجملة مثال آخر كنت أتحدث إلى أخي منذ ساعة مضت وهذه الجملة أيضا في زمن الماضي المستمر لدينا الفاعل i لذلك استخدمنا was ثم الفعل talk مضافا إليه ing وتكملة الجملة المثال الثالث كنا نؤدي واجبنا البيت الليلة الماضية هنا الفاعل we وقد استخدمنا were لأن we تأخذ were كما قلنا ثم الفعل do مضافا إليه ing وتكملة الجملة نأتي الآن كيف ننفي الجملة في زمن الماضي المستمر لكي ننفي الجملة في زمن الماضي المستمر فإننا نضع كلمة not بعد الwas والwear فتصبح was not أو were not ويمكن أن تختصر wasn't وwarent مثال they were not watching a movie last night هم لم يكونوا يشاهدوا فيلما سينمائيا الليلة الماضية هنا لدينا جملة في زمن الماضي المستمر منفية كيف نفينا الجملة وضعنا كلمة not بعد where وكما قلنا يمكن أن تكتب were not أو يمكن أن تختصر فتكتب بهكذا طريقة نقول were not المثال الآخر it was not raining heavily yesterday evening لم تكن السماء تمطر بغزارة مساء أمس هنا أيضا لدينا جملة في زمن الماضي المستمر وهي منفية كيف قمنا بنفي الجملة وضعنا كلمة not بعد was ويمكن أن تختصر كما قلنا فتصبح wasn't يمكن أن تكتب مختصرة أو غير مختصرة يمكن أن نكتبها wasn't أو was not المهم أننا عندما ننفي الجملة في زمن الماضي المستمر فإننا نضع كلمة not بعد الwas والw ويمكن أن تكتب كما قلنا غير مختصرة were not أو نختصرها ونكتب weren't أو was not أو wasn't نأتي الآن كيف نعمل أو نكون أسئلة في زمن الماضي المستمر هناك نوعان من الأسئلة النوع الأول هو yes no question وهي الأسئلة التي تبدأ بwas or were وفي هذه الحالة نقوم بتقديم was or were على الفاعل كما في تكون لدينا في البداية was أو were ثم الفاعل ثم فعل مضاف إليه ing وبعد ذلك تكملت الجملة مثال was it raining heavily yesterday هل كانت السماء تمطر بغزارة أمس هنا لدينا جملة في زمن الماضي المستمر في حالة الاستفهام كيف عملنا أو كوننا السؤال قدمنا الفعل was على الفاعل it فأصبحت was it raining heavily yesterday هل كانت السماء تمطر بغزارة أمس الجواب يمكن أن يكون yes it was نعم إنها كانت no it wasn't كلا إنها لم تكن مثال آخر when you looking for your shoes for 20 minutes هل كنت تبحث عن أحذيتك لعشرين دقيقة هنا أيضا جملة في زمن الماضي المستمر في حالة الاستفهام كيف كوننا سؤال في زمن الماضي المستمر قدمنا الفعل were على الفاعل you الإجابة يمكن أن تكون yes I was أو no I wasn't هذا النوع كما قلنا من الأسئلة يسمى yes no questions لماذا؟ لأن الإجابة عليه تكون أما BS أو no أما تكون الإجابة كما قلنا BS أو no والإجابة تسمى short answers أجوبة قصيرة ملاحظة مهمة في الأجوبة القصيرة يجب أن يكون الفاعل دائما ضمير ولا يمكن أن يكون اسما أي يجب أن يكون الفاعل أما he أو she أو it أو they أو we أو you أو I ننتقل الآن إلى النوع الآخر من الأسئلة وهي الأسئلة التي تبدأ بأداة استفهام والتي تسمى WH questions فيها يكون شكل السؤال كالآتي يكون لدينا في البداية أداة الاستفهام بعد ذلك يكون لدينا was أو where ثم الفاعل ثم فعل مضاف إليه ing وبعد ذلك تكملات الجملة كما في الأمثلة what were you doing for لأجل أي شيء كنت تقف في الطابور هنا لدينا أداة الاستفهام what وبعد ذلك كما قلنا أداة الاستفهام تأتي في البداية بعد ذلك was أو where هنا استخدمنا where لماذا؟ لأن الفاعل you الفاعل you بعد ذلك فعل مضاف إليه ing كما في القاعدة فعل مضاف إليه ing ثم تكملت الجملة وquestion mark مثال آخر where was he reading last night أين كان يقرأ الليلة الماضية أيضا هنا لدينا جملة استفهامية في زمن الماضي المسلم لدينا في البداية أداة الاستفهام كما قلنا أداة الاستفهام بعد ذلك was أو where هنا استخدمنا was لماذا؟ لأن الفاعل you ثم فعل مضاف إليه ing وبعد ذلك تكملة الجملة هذا هو زمن الماضي المستمر past continuous tense لدينا هنا واجب بيتي نتمنى أن تستطيع أن تؤدوا هذا الواجب بيتي بشكل صحيح الجملة الأولى لدينا الفاعل ولدينا فعل ولدينا تكملة ما هو المطلوب منه؟ past continuous المطلوب منه أن نكون جملة بزمن الماضي المستمر الجملة الثانية لدينا جملة في زمن الماضي المستمر المطلوب منه أن ننفي هذه الجملة negative النقطة الثالثة المطلوب منه أن نختار اما was أو where ماذا يقول؟ choose اختار اما was أو where النقطة الرابعة هنا لدينا جملة مرتبة بشكل غير صحيح المطلوب منه أن نرتبها بترتيب صحيح ماذا يقول لنا في السؤال؟ put in order ضعف الترتيب الصحيح النقطة الخامسة لدينا أيضا جملة في زمن الماضي المستمر they were waiting in a queue المطلوب منه أن نعمل سؤال من هذه الجملة ما هو المطلوب منكم عزيزي طلبة في الدرس القادم؟ تحضير هذا الدرس كما هي العادة كتابة الدرس في دفتر الملاحظات وحل الواجب البيتي في دفتر الملاحظات هناك بعض التمارين الموجودة في كتاب التمارين على موضوع past continuous وكذلك present continuous التمارين C الموجود في صفحة 5 لدينا هذا التمارين C What were the children doing at 5 past 1؟ ماذا كان الأولاد يفعلون في الساعة الواحدة وخمس دقائق؟ Complete the sentences أكمل هذه الجمل Using the verbs in the box مستخدما الأفعال الموجودة في الصندوق هنا لدينا جمل المفروض أن تكون أن نضعها أو أن نكونها في زمن الماضي المستمر لأن السؤال كان في زمن الماضي المستمر فيجب أن تكون هذه الجمل في زمن الماضي المستمر لدينا الفاعل جاسم وفهج سلوى إبراهيم حسن The children's mother أم الأطفال كما نلاحظ عزيزي طلبة أن الفاعل في هذه الجمل هو اسمه المفرد لدينا هنا أفعال المطلوب من أن نملأ هذه الفراغات بأحد هذه الأفعال نعتمد في ذلك على المعنى وأن تكون الجملة في زمن الماضي المستمر يجب أن نستخدم الفعل come مرتان وكذلك الفعل wait مرتان come بمعنى يأتي eat يأكل wait ينتظر drink يشرب سنختار الفعل المناسب اعتمادا على المعنى وهنا يجب أن نكون كما قلنا جملا في زمن الماضي المستمر لذلك نحتاج أن نستخدم was aware ثم الفعل الذي سوف نستخدمه من الصندوق يجب أن نضيف إليه ing number one جاسم a burger جاسم burger طبعا سنستخدم الفعل eat لأن البرغر شيء يوكل بما أن جاسم اسم مفرد سنستخدم was ثم نضيف ing إلى الفعل eat فتصبح جاسم was eating a burger جاسم كان يأكل البرغر فهد a cola سوف نستخدم drink لأن المعنى يتطلب cola لوجود cola سنستخدم drink لأن المعنى يتطلب ذلك بما أن فهد اسم مفرد سوف نستخدم was ونضيف ing إلى الفعل drink تصبح drinking فتصبح الجملة فهد was drinking a cola سلوى in a queue في طابور سوف نستخدم الفعل wait بمعنى تنتظر وبما أن سلوى اسم مفرد إذن سنستخدم الفعل المساعد was سنقول سلوى was waiting waiting نضيف ing إلى الفعل wait سلوى was waiting in a queue سلوى كانت تنتظر في الطابور ابراهيم down in the left ينزل من المصعد أو أسفل المصعد سوف نستخدم الفعل come لأن المعنى يتطلب ذلك وبما أن ابراهيم اسم مفرد إذن سوف نستخدم الفعل المساعد was ونضيف ing إلى الفعل come هنا الفعل come ينتهي بحرف e صامت سوف نحذف ال e ونضيف ing فتصبح الجملة ابراهيم was coming down in the left ابراهيم كان ينزل إلى أسفل المصعد حسن فراغ down the stairs أسفل السلانم أيضا سوف نستخدم الفعل come لأن المعنى يتطلب ذلك وبما أن حسن اسم المفرد إذن سوف نستخدم was ونضيف ing إلى come نحذف ال e فتصبح حسن was coming down the stairs حسن كان ينزل من السلانم the children's mother أم الأطفال هنا الفاعل مفرد سوف نستخدم was at the information desk في مكتب المعلومات سوف نستخدم الفعل wait لأن المعنى يتطلب ذلك وبما أن the children's mother اسم المفرد سوف نستخدم was فنقول the children's mother was ونضيف ing إلى الفعل wait the children's mother was waiting at the information desk أم الأطفال كانت تنتظر في مكتب المعلومات أو الاستعلامة هناك تمرين آخر على هذا الموضوع ال past continuous وأيضا ال present continuous موجود في صفحة 19 من كتاب التنارين لنذهب إلى صفحة 19 page 19 on page 19 sorry on page 19 still 17 18 19 التمرين c الموجود on page 19 كما قلنا هنا complete the sentences أكمل الجمل five boys were late for school خمسة أطفال أولاد عفوا خمسة أولاد كانوا متأخرين عن المدرسة why were they late لماذا كانوا متأخرين what were they doing ماذا كانوا يفعلون هنا السؤال في زمن الماضي المستمر لذلك يجب أن تكون الإجابة في زمن الماضي المستمر إذن علينا أن نكون جملا في زمن الماضي المستمر لدينا الفاعل في جميع الجمل هو was إذن سوف نستخدم في جميع الجمل الفعل المساعد عفوا لدينا الفاعل في جميع الجمل هو i لذلك سوف نستخدم الفعل المساعد was فنقول i was i was ثم نأتي بفعل من هذه الأفعال الموجودة في الباكس حسب المعنى طبعا اعتماده على معنى الجملة ونضيف إليه ing ونكمل الجملة phone بمعنى يخابر wait كما قلنا ينتظر listen to يصغي إلى look for يبحث عن وplay يلعب i was for my brother سوف نستخدم الفعل wait i was waiting for my brother سوف نستخدم was لأن الفاعل i ثم نضيف ing إلى الفعل wait فتصبح i was waiting for my brother number two i was أيضا كما قلنا i was the radio and i didn't know the time سوف نستخدم الفعل listen to ونضيف ing إلى الفعل listen فتصبح i was listening to the radio and i didn't know the time أنا كنت أصغي إلى الراديو ولم أعرف أو لم أعلم بالوقت number three i faraq on my computer and i didn't hear the taxi come سوف نستخدم play بمعنى يلعب فتصبح i was playing أنا كنت ألعب on my computer في حاسوبي and i didn't hear the taxi come ولم أسمع التكسي عندما أتى number four i faraq my shoes for twenty minutes أنا سوف نستخدم الفعل look for يبحث عن فتصبح i was looking for my shoes for twenty minutes أنا كنت أبحث عن أحذيتي لعشرين دقيقة i faraq my mother in hospital أنا فراق أمي في المستشفى فسوف نستخدم phone نستخدم هنا was فتصبح i was نضيف ing إلى الفعل phone نحذف e الصامت ونضيف ing فتصبح الإجابة i was phoning my mother in hospital أنا كنت أخابر أو أتصل بأمي في المستشفى هذا التمرين الآخر يتحدث عن present continuous tense عن زمن المضارع عفوا المستمر five girls can't go out to the party خمسة فتيات لا يستطعنا أن يذهبنا إلى الحفلة why can't they go لماذا لن يستطعنا الذهاب أو لا يستطعنا الذهاب إلى الحفلة what are they doing ماذا هن يفعلنا الآن هنا السؤال في زمن المضارع المستمر لذلك الإجابة يجب أن تكون في زمن المضارع المستمر كما تعرفون عزائي الطلبة أن زمن المضارع المستمر يتكون من فاعل بعد ذلك is أو am أو are ثم فعل مضاف إليه ing وثم تكملات الجملة وبما أن الفاعل هنا في هذه الجمل i إذن سوف نستخدم في كل هذه الجمل الفعل المساعد am فتصبح i am ثم سوف نأتي بأحد هذه الأفعال اعتمادا على معنى الجملة ونضيف إليه ing فتكون لدينا جمل في زمن المضارع المستمر نأتي إلى number one i far out my homework سوف نستخدم هنا الفعل do فتصبح i am كما قلنا الآية تأخذ am فتصبح i am ثم نضيف ing إلى الفعل do تصبح doing i am doing my homework أنا أؤدي واجبي البيت number two i my brother سوف نستخدم look after بمعنى يعتني بي لأن المعنى يتطلب ذلك i am نضيف ing إلى الفعل look فتصبح looking فيكون الجواب i am looking for my brother أنا عفوا i am looking after my brother أنا أعتني أو أهتم بي أخي number three لدينا الفعل i a good program on tv برنامجا جيدا في التلفاز سوف نستخدم الفعل watch لماذا؟ لأن المعنى يتطلب ذلك نستخدم بما أنه لدينا الفعل i سنستخدم i عفوا i am فتصبح i am ثم نضيف ing إلى الفعل watch تصبح watching i am watching a good program on tv أنا أشاهد برنامجا جيدا في التلفاز number four dinner because my mother is ill العشاء لأن أمي مريضة فسوف نستخدم هنا cook لأن المعنى يتطلب ذلك تصبح الجملة أو الإجابة i am cooking أنا أطهو dinner العشاء because بسبب my mother is ill لأن الفعل cook بمعنى يطهو الفعل look after بمعنى يعتني بي do يعمل أو يؤدي paint يرسم وwatch يشاهد كما قلنا الإجابة في السؤال في النقطة الرابعة تصبح i am cooking dinner أنا أطبخ العشاء أو أطهو العشاء because my mother is ill لأن أمي مريضة الجملة الأخيرة سوف نستخدم الفعل paint بمعنى يرسم ونضيف إليه ing طبعا وبما أن نفعل i إذن سوف نقول i am ثم painting أنا أرسم a picture صورة for the school competition من أجل المسابقة المدرسية ok dear students now we come to the end of today's lesson see you next lesson